أنا رأيي الآن ضربة شمال سوريا ليست مفاجئة كانت الدولة السورية قد استعدت لأن تنكفئ من أجل أن تعيد تنظيم هجوم معاكس بالتعاون مع الحلفاء وواضح مواقف الحلفاء ممتازة ما حدا بيقاتل بالنيابي عننا هذا صحيح لكن الموقف الروسي ممتاز والموقف الإيراني ممتاز وبالتالي الروسي ما بيجي بيحرر فلسطين عنك لتقول أضرب من العرب العرب هني المسؤولين عن تحرير فلسطين الروسي لما كانت سوريا مهددة إجا وقدم وساعد وساهم ما قلنا عليه أكثر من هيك والآن يقدم ويساعد ويساهم وعنده جبهته وعنده حربه وعنده مشاكله يعني حدود كي تطاع أطلب المستطاع مثل ما بيقولوا يعني ما يقدمه الروسي جيد ما تقدمه إيران ممتاز وما تستطيعه سوريا ليس بالقليل وخلينا يعني نحن ما عم نقول مسألة أيام وليالي فقط لا هذه معركة شرسة ومعركة ضارية لكن ما عنا خيارات ما عنا خيارات السوريين جربوا الهجرة واللبنانيين جربوا النزوح فينا نعيش بغير بلادنا في ناس يمكن فيها تعيش وبتقول أنا ما بقى بديها البلاد وأنا مستعد عيش يعني مهجر أو نازح بألمانيا بأي بلد أوروبي حقهم يعني لأنه الكلفة عالية هاي البلاد مثل ما أنا دايما كنت أوصف قول بلادنا يعني هي مثل البيت الفقير اللي فيه بنت حلوة عيون الأقوياء في الحي والمنطقة عليها إما اغتصابا وإما سبيا وإما زواجا بمهر مدفوع لتحويلها إلى جارية إلا إذا كان أخوتهم مستعدون للقتال والتضحية هالأد ببساطة هاي هي بلادنا جاهزين نحميها وندافع عنها وفاتورتها دم أم أنه بالنسبة لنا هي أنه أوتال كويس ما عد تعجبتنا الخدمة فيه من فيلم اللي هيك رأيه وبفل ما قلنا على شي نحنا عم نناقش اللي عم بيقول هالأبلاد ما بدي تركها هالأبلاد لا أتنازل عنها هالأبلاد بتستاهل أن نبذل الدماء من أجلها هالأبلاد هي يعني حيث دفن آباؤنا وأجدادنا وحيث سندفن نحم إذا هيك نظرتنا إلها ومستعدين لتحمل هذه التضحية فبدنا نفتش من هي القوى التي تستحق وتستطيع أولا بدأت تكون قادرة يعني ما فيني أنا إجي إترسمل على قوى موجودة على الوراء من هي القوى الحقيقية الموجودة الآن بلبنان عندنا المقامة بسوريا الدولة السورية بفلسطين حركات المقامة بالعراق الحجر الشعبي وقوى المقامة باليمن الأنصار الله هؤلاء حملين هم فلسطين وأثبتوا بالميدان أنهم يقدرون فنقف وراءهم نساندهم ندافع عنهم وحيث ينتقدون نرد على المنتقدين لأن النقد العلني هاي اسمعوني منيح النقد العلني حتى إذا كان هناك خطأ ليست نيته تصحيح الخطأ مش صحيح أنت ابنك قدام رفقاته مثل بسيط إذا غلط توقف بتهزقه قدام رفقاته بتكسر له معنوياته والله بتحافظ له معنوياته بس يجي على البيت يقول له يا بابا تصرفك كان خطأ مش هيك بينا نعمل مش هيك بيتصرفوا من شانك من شان سمعتك من شان إيمتك ما بيسوى تعمل هيك هذا ابنك طيب بيك يا سيدي إلك علي ما أخذ باعتبار هذه القوى التي نتحدث عنها هي في مقام الأب إنه هي أعرق وأعتق وأقوى وأحضر أو أمكان فلذلك هي مش ولدنا هي مثل بينا أنت بيك إذا شعرت بمجلس كان قاعد مع الناس وتعامل مع أحد ما بطريقة أنت تراها خاطئة تنتقدوا قدام الناس لذلك أنا تعول النقد العلني بس تقول لهم أنه أنتوا عم متكسروا بمعنويات هذه القوى أنتم جزء من جبهة العدو بيجي حدا بيقول لك لا يا خي والله هذا آدمي وقلبه طيب بس هو يعني برأيه أنه مش كان لازم ينتبهوا أكتر تما يغتالوا للسيد كيف هي تكون المقامة يعني مستهترة مقامة مستهترة هذه حرب أنت أعددت لهم وهم أعدوا لك والسيد كان مستعدا ليدفع هذا الثمن لذلك نحن بدنا نقف وراء سوريا دولتها وجيشها ورئيسها وبنقف وراء حزب الله وقيادته ومقاومته وبدنا نقف وراء اليمن وأنصار الله وبدنا نقف وراء العراق والحجد الشعبي وبنقف وراء إيران وبنقف هذا ما أفرزته الأمة في مواجهة هذا الغول الأمريكي وهذا الغول الأمريكي واضح أنه هو في ضعف وليس في قوة ليش عم نقول في ضعف العالم عم يتغير روسيا صاعدة الصين صاعدة ونحن في ضرف تاريخي يعني العالم عم يعاد رسم خرائطه من جديد وفي رسم الخرائط من جديد يمبين أنه أمريكا لا تملك قدرة خوض حروب هذا السبب اللي نخليها متفادي للإذخراط بحرب أوكرانيا هذا السبب اللي خليها تنسحب من أفغانستان هذا السبب اللي خليها ما تبعد قوات تقاتل إلى جانب الجيش الإسرائيلي تبعت له سلاح تبعت له مال تبعت له بتساعده استخباريا بس ما بتبعت جنود طيب هذه الأمريكا عندها أوراق قادرة بعد أن تستعملها إذا أحبطت هذه الأوراق يعني هلأ إذا أحبطت هذه الجماعات وسحقت واستتبى الأمر للدولة السورية مع إنجاز اللي عملته المقاومة بلبنان اللي هو تكسير البنية البرية للجيش الإسرائيلي وتدمير معنويات عمقه الاستيطاني بأنه كلكم تحت النار ومن يصل إلى غرفة نوم رئيس حكومتكم يصل إلى غرفة نوم كل واحد منكم ومن يستطيع أن يفجر غرفة طعام لواء قولاني يستطيع أن يفجر غرف طعامكم جميعا هذه هي اللصة مقاومة في لبنان صمدت حققت إنجاز المقاومة في غزة بعد صامدة وآدرة وحاضرة لتكون صامدة الآن المطلوب هذا الظهر الذي تمثله سوريا أن يسند وهو قادر إذا أسند وشو الإسناد اللي مطلوب بالكلام اللي عنده كلمة عاطلة ما يقول واللي عنده كلمة حلوة يقول وأنا واثق في نهاية المطاف أنا ببداية الحرب على سوريا ما يعني كنت أقول لكل اللي بيقولولي شو إن شاء الله قريبا منخلاص أقول لهم لا الحرب طويلة ما بقلكم أصيري ما بغشكن لكن بقلكم يقينا سوريا ستنتصر هالمرة بلكن مشطويلة وستنتصر كلمة عطلة próxima